ونسا نكملين حلقتنا النهاردة في نهارك سعيد وفقرة حديث الاسبوع وهنتكلم فيها عن اهم الاحداث اللي بتشغل الشارع المصري واكيد كنا متابعين احداث مجلس الوزراء والشارع الاصر العيني وما اشبه الليلة بالبارحة يعني يمكن نفس الاشكال مع بعض الزيادات في العنف حصلت من شهر اللي قدت لاستقالة حكومة دكتور عصام شرف احداث شارع محمد محمود شبيهة جدا بالاحداث اللي حصلت شارع الاصر العيني مع زيادة في عنف شديد وموجه تجاه نساء مصر اللي كان قبلغ رد عليها هي المسيرة اللي رفعت راس كل المصريات وكل رجال مصر امبارح مسيرة كانت ضخمة جدا التأدير المبدئي لها انها حوالي 20 الف سيدة من سيدات مصر صوتهم كان واضح وشعارهم كان واضح ان نساء مصر خط احمر لكل اللي مش سامع وكل اللي مش فيه خلو نتكلم على الاحداث بشكل تفصيلي اكتر وتصريحات كتيرة تصريحات ناس معاها وناس ضدها واجتماعات بين مجلس القاتل المسلحة والمجلس الاستشاري فنعرف تفاصيل من ديوفنا اللي بيشرفونا النهاردة في الستوديو بشرفنا يكون معنا استاذا نهايدة ابو القمصان مدير المركز المصري حول مرء نهارك سعيدنا ورانا اهلا بي بشرفنا يكون معنا كمان دكتور حازم عبدالعظيم المدون والنشط السياسي نهارك سعيد السبع خير بداية كده عايزة اتكلم باخر حدث وهو مسيرة النساء اللي كلنا اللي منزلهاش وكان بيتفرج عليها كان رفع رأسه وبيتفرج عليها وكردون من الرجال بيحمي هذه المسيرة اللي كانت بتجوب شوارع وسط المدينة حيك شايف المسيرة دي معناها ايه؟ في الحقيقة هي كانت قوية جدا رسالة بليغة وقوية زي ما حضرتك ذكرتي لانه ما حدث عنف غير مبرر والقيمة الاساسية فيها انها ما كانش بس موجهة للنساء لانه انا في تقديري انه حصل عنف او افراد في استخدام العنف ضد المدنيين وكان بشكل متكرر لا اكتر من مرة لكن ما كان صادما هذه المرة هي فكرة انه الحقيقة تعرت الامن او قوات الامن اي ان كانت وتنتمي الى اي جهة الحقيقة هي تعرت تماما يعني المشهد بتاع البنت اللي شدوها وعروها هي معروش البنت هو تعرق الامن كله في تعامله الشديد العنف وشديد الاجرام مع المصريين الملامح اللي كانت موجودة على وش الناس اللي بيعملوا هذه الجرائم الحقيقة بتقول اننا قدام مجرمين يعني مش حتى امن عادي وبالتالي الموضوع كان صادم من مجتمع المصر وخاصة انه فيه خصوصية للمرأة فيه درجة من الاحترام للمرأة يعني انتفقنا او اختلفنا عن فيه اشكال من التمييز او اي اشكال اخرى ربما ما طردناش لكن تظل المرأة المصرية لها مكان خاصة ومحترمة وبالتالي المسيرة اللي طلعت مبارح ما كانتش بس عشان المرأة يعني كانت بترفض العنف بشكل عام بترفض هذه الجرائم ضد كل المصريين وخرج فيها النساء وخرج فيها رجال فكرة الكاردون اللي يحمي الحقيقة الكاردون ما بيحميش يعني الكاردون ده تنظيمي الستات في مصر مش محتاجة حماية وإلا يعني هنلاقي نفسنا بعد كده زي مسيرات اليمن الستات في ناحية ورجالها في ناحية لا الكاردون ده هو الاسس المزبوطة للمسيرات يعني عايزة اقول حضرتك انا ما كنتش اعرف حاجة اسمها مسيرة مليونية ولا اولوفية في مصر قبل الصور لكن عملنا المسيرات دي واحدة في جنوب افريقيا مرة واحدة في فرنسا مرة ضد ممارسات اسرائيل وكانت كل واحدة مثلا بتبقى يعني آلاف من البشر كان اول مرة اشوف يعني ايه مسيرات تشوفي اولها ما تشوفيش اخير فده الاسس المزبوطة ان بتطلع كاردونات مش لازم من الرجالة من السيدات بتحمي حدود المسيرة وربما دي تبقى الخطوة المهمة اللي حصلت كمان بالاضافة للرسائل في المسيرة دي ان خدوا بالكوا احنا محتاجين بقى اكثر تنظيما في شغلنا علشان ما يطلع لناش دايما طول الوقت العفريت بتاع اليد السلسة والفلول واللي دخلوا واللي اندسوا القلة المندسة دي بقت كسرة مندسة الحقيقة بقى اينا احنا اللي قلة في الموضوع فمهمة او اننا نتعلم ازاي نعمل عمل احتجاجي منظم فمسيرة انبارح كانت عمل احتجاجي منظم ضد الممارسات اللي حصلت ضد المرأة ضد الممارسات العنف الغير مقبولة والافراط في العنف بالطالب بمطالب مهمة وهي انه يبقى فيه محاكمات على يد قضاة تحقيق مدنيين مش محاكمات ولا تحقيقات عسكرية لانه الكلام اننا طب حولنا من اول كشف العزرية ده كان في شهر تسع يعني بعد تسع تشكر بنحاول واجراءات تطول وتطول انا بقيت خايفة الحقيقة على القضاء المصري ان الشعب المصري يرجع بعد كده يقول احنا ما عندناش قضاء انه الداخل مفقود والخارج مولود كل حاجة تروح وكاننا بنحطها في التلاج دكتور حزم حيك شايف البيان 91 اللي صدر عن مجزة القوات المسلحة امبارح بعد المسيرة حيك شايفه رد على المسيرة ولا حيك شايفه ضغط شعبي علشان يطلع هذا البيان ولا حيك شايفه ازاي تسمحي على المسيرة الاول اللي حضرتها امبارح يمكن انا فراي الشخصي اعظم مسيرة من بدء الثورة الى الان يعني يمكن حضرنا كل المظاهرات والمسيرات والجمعات لكن دي ديها كان دلالة خاصة جدا هي اعتقد ان هي ارجل ارجل رد نسائي على اللواء عمارة والمجلس العسكري ممكن تبقى اقوى مش ارجل ارجل مقصود بيها يعني طبعا انا اصد اللفظة ارجل ده ارجل رد النساء في كثير من الاحيان ممكن تكون ارجل من اي رجل دور المرأة في الخمسة وعشرين يناير الغد دلوقتي كان واضح يعني الشباب بذات البنات انا شفت كثير يعني الحقيقة وكنت مزهول لكن ان هو ينزله بهذا الكم في هذا التوقيت للرد على مؤتمر المجلس العسكري بالقوة دي ده اكتر رد الحقيقة كان قوي جدا طبعا دوليا ومحليا دي رسالة كمان للعالم كله انه نساء مصر لن يقبلوا هذه الاهمة الجزء الخاص بالتشبيك بتاع الرجال صحيح هو النساء مش محتاجين حماية في دولة مفروض متحضرة في يوم الايام لان الدولة بتحميها وسيادة القانون لكن هي كان فيها رمزية برضو كويسة انه برضو لسه في البلد فيه رجال يعني احنا بنقول ان دول نساءنا وحماية النساء من الرجال شيء جميلة شيء محمود فهما بيقول ان احنا مازال في رجالة ومازال احنا مفروض برضو ان احنا نحميهم ودي رد على بعض الناس الرجال برضو اللي بيقولك النساء نسدوا ليه وهم اللي وداهم هناك وكلام منه نقطة خيرة قبل ما رد على البيان تحديدا انه هيبقى اليومين يعني بعد الاحداث في المجمع عاد تفكر شوية كده الجنود اللي بيدربوا وبيهينوا بالطريقة دي انا تتيت عزورهم على فكرة ازاي وليه مش كده انت في حركة ان الجيش نظامي بيتحرك بعقيدة يعني اما بيروح يحارب في اكتوبر او في الحروب بينزل ما عندوش منع يموت عشان عنده القدرة دي لازم جهاز ما يسمى جهاز الشؤون المعلمية في قوات المسلحة بيعمل اعداد نفسي غير عالي اكتر من اعداد البدني بيقوله انت بتدافع عن بلدك انت مندافع عن عقيدة بلدك فهذه عقيدة الجيش هي اللي بتخليه ما عندوش منع يموت وده في الجيش طيب عشان تعمل كده في النساء وبهذا التعمد والاهانة والكلام اللي مش لطيف يعمل عليك حفلة وبتاع ده كلام مش طبيعي ده مش شخص بيفض مظاهرات بيفض مظاهرات معاناها ايه ان المظاهرات لما تتفض او لما منت تجري خلاص انت فضيت انت مكش دعو بيها او اعتقلتها او اعتقلته بتاخده بتوديه لكن انت عايز تزله وتكسر مناخينه وتهينه معانا كده ايه بقى الوضع المنطقي ان من هو مسؤول عن الجهاز الشهور المعلامية في قوات المسلحة اكيد او او انا بتخيل او اعتقد ان هو قال لهم هؤلاء الشباب دول النساء دول نساء منحرفات ام في من اللي انت عايزوا اه الشباب دول فده اللي قصدلول ان خلال الاعلام كمان المواطين اللي عاديين في بيوت ايه فن ايه فن والشباب دول عملاء وخوانة واخدين تبوين من اسرائيل فانت داخل دافع عن وطنك فانت الغل اللي انا شفته بعيني بقى لانا حضرت يوم الجمعة وشفت ضرب دكتورة غادة بنفسي والحيناش طبعا نعمل حاجة لاني كان طالع علينا قوات مظلط ونزلوا واحد بنص ركبة كان هيقتلنا الغل اللي ما شفته في عينيهم ده مش غل طبيعي بتاع حد عايز يفض مظهر فانا بحمل مسئولية هذا الانتهاك اللي انساني الى رئيس الجهاز الشرور المعنية في قوات المسلحة لازم يطلع هو يقول لنا اعتقد هو اللواء اسماعيل عتمان اعتقد هو عضو في مجلس العسكري بفوض تطلع طولنا يا سادت اللواء اسماعيل هل انت قلت اديت تعليمات لجنود وقلت له مش حنتهم معنويا ان هؤلاء ناس مش مصريين وبالتالي والنساء منحرفات ولازم يرد عالكلام ده ودي من ضمن الحاجات لان هركز عليها عشان نفهم لان ممكن جدا يكون الجنود ده ملهمش زي نيجي بقى للبيان الـ واحد وتسعين بواحد وتسعين بواحد وتسعين هيا عن عبطة قرار كله كده زي ما حاجة بتاع ايه هوى 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 كلام زي بتاع مبارك انشى 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 شكل من غير مضمون ان دي قرامة الانسان والمواطن شبعنا بالكلام ده بس كان فيه في الاخر فقرة شفتها ايجابها شوية على استعداد ايه انا مش معايا دلوقتي بس بما معناها نحن على استعداد لاي مبادرات لتحاول الدولوقراطي وسلم ايه اول مرة بقى نسمع المجلس العسكري يبدي رغبة او تاني مرة لعصر تاني مرة يبدي رغبة في ان هو يسمع هو المجلس العسكري من اول صار غالية دلوقتي مفيش اي حاجة بتتحق الا بالضغط مفيش حاجة عملها من اول شفيق لغاية دلوقتي الاكتازة المليونية وتخليه يعمل ما يريد الميدان واخيرا كان تبكير انتخابات الرئاسة سنة بعد احداث بعد احداث محمد محمد فالمرة الاولية كانت فوسيق السلمي لما بين نوايا ان هو عايز السلطة ربعة وعايز السلطة فوق السلطة وعايز حصانة وكلام من ده والموضوع طبعا فشل المرة دي بقى هو يبدو ان هو ما عندهش منع يسمع طلبات الميدان يبقى عن كده المبادرات الموجودة ده الشيء الايجابي الوحيد في البيان ما عايز ذلك البيان بالنسبة لي لا شيء اكني بقى خطب حسن بركة طب استاذا نهاد قبل انتقل تصريحات مجلس الاستشاري مع المجلس العسكري وتصريحات كثيرة من بعض القوى السياسية ارينا مبارح في الاخبار انه خلاص ان في مجموعة من افراد الجيش بيتمى محاكمتهم لوقعتين شهرتين اللي هما احداث مسبيرو وقتل المتظاهرين والحادثة التانية هو كشف العزرية ده يعتبر خبر معناقي يعني وطبعا ايجابي وكانس كانوا بطالبين من زمان بس ده ده لالاته ايه ده اعتراف ضمني بان فعلا فيه ممكن بعض الافراد اللي كانوا بينفوا ان الجيش عمره ما يعمل كده فده معناه اعتراف ضمني انه فعلا قد يكون هناك افراد من الجيش متسبين في هذه الوقاعة طيب سؤال حضرتك مهمة بس انا عايزة اأكد شوية مفاهيم اول حاجة صفة الجدعانة والشهامة والبرأة والاقدام هي صفة ما هيش زكورية او انوسية هي صفة انسانية يعني ممكن تلاقي ستة عندها كل الصفات دي ورجل ما عندهش حاجة خالص وقعد في البيت وخايف او العكس يعني فان انا اقول ان دي ارجى المسيرة مع احترامي بس ده سخفيا يعني ماهو احنا احنا كناس بيقال علينا انينا بنؤثر في الرأي العام مهم انينا نطبط شوية مفاهيم فانا معترضة على فكرة انها ارجل لا ممكن نقول قوية وبرضو فكرة انها اقوى او اعظم ده نسبي يعني انا شايفها قوية لكن مش ارجل او اعظم او كذا دي حاجة لانه الستات اللي نزلت تتمتع بالقوة والشجاعة والاقدام والرجال اللي نزلوا كمان يتمتعوا بالقوة والشجاعة والاقدام فكانوا بيتفقوا في الصفة الانسانية الحاجة التانية فكرة الحماية تاني كاردون الكاردون ده تنظيم محتاجينه في مسيرات نسائية ومسيرات رجالية وحسب في مسيرة الشيخ عماد عزيز النساء في مصر مش محتاجة حماية النساء في مصر محتاجة مشاركة لانه مفهوم الحماية ده في تطبيقاته مفهوم خطر لو انا بتكلم على حق المرأة انها تبقى عضو مجلس شعب يبقى لو عايزة حماية لازم تروح بمحرم لو حق المرأة انها تبقى رئيس جمهورية لو عايزة حماية يبقى ما تدفعش رئيس جمهورية فخلينا نتفق أننا لما بننزل الميدان بنبقى عايزين نبقى شركاء مش عايزين حد يحمي حد لأنه أول حاجة صدمتني في مظاهرة أو مليونية 8 سبعة أنه الطيار اللي لما قاله هيبقى فيه اعتصام الطيار اللي طلب أن البنات والسيدات يروحوا وما يشاركوش في الاعتصام ما كانش طيار محافظ ولا إسلامي كان 6 إبريل وساعتها كانت نقطة خلافية ويعني شبه إيه كلناهم يعني إنه ماينفعش وكان ساعتها بفكرة يا جماعة عشان إحنا خايفين عليكم لا فكرة خايفين عليكم دي تحطها على جنب إحنا في الميدان شركاء في الصورة وشركاء في النضال دي بس مفاهيم مهم فيما يتعلق بسؤال حضرتك اللي هو الأحداث اللي تحصل أنا مبدئيا شايفة أن البيان مش هو يعني فكرة ثقافة الاعتذار أو الفقرة الاعتذار للنساء مصر دي أول مرة تحصل تحصل بعد إقصاء للمرأة المصرية لحوالي عشر شهور الاعتذار النهاردة اعتذار عن أو أتمنى أن يأخذ مداء أو تطبيقاته لا فنم الكلام حاجة ولازم يكون فيه أكشن حضرتك ما هو كان فيه قبل كده لديكم لا يسمح يعني لازم يكون فيه بقى أكشن سبعنا من الكلام احنا أنا مش مختلفة على الكلام أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة